أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التزام الحكومة بإفساح المجالة عزيزي دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادية جاء ذلك خلال اجتماعه مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاح وعدد من أعضاء الوفد المرافق له وذلك على همشي فعليات مؤتمر إطلاقي للسراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي أشار مدبولي خلال اللقاء إلى إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية من أجل إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر كما تطرق اللقاء لتطورات الأزمة الجارية في السودان واستعرض كذلك رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في تسهيل عبور الأشقاء الوافدين من السودان وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم